بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في هذا الدرس من التدريب الرابع من درسنا برمجة وتقنيات الأجهزة الذكية اللي أخذناها في الدروس السابقة في الجانب النظري ثم انتقلنا إلى التدريبات ابتداء من التدريب الأول واليوم بإذن الله سنلتقيكم في التدريب الرابع إن شاء الله من مقرر الحاسب الآلي وتقنية المعلومات درسنا الوحدة الثالثة التدريب الرابع عنوان درسنا الرئيسي برمجة وتقنية الأجهزة الذكية اليوم بإذن الله تعالى درسنا أو تدريبنا التدريب الرابع اللي راح بإذن الله تعالى نفصل الشق النظري فيه ثم نقوم بالتدريب العملي معا إن شاء الله تعالى في هذا التدريب أو في التدريب الرابع أو اخترنا فكرة تطبيق الأدعية المأثورة أعزائي الطلاب والطالبات في هذا التدريب سوف أتعلم أمور أخرى غير اللي احنا تعلمناها في التدريبات السابقة في هذا التدريب سوف أتعرف على تعدد تطبيقات الأجهزة الذكية باستخدامنا ناس بي أو بستوديو وكثير من التطبيقات تحصلها لها أكثر من واجهة أو أكثر من نموذج وهنا راح نتعلم بإذن الله تعالى على تعددها راح نتعرف على أداة جديدة من أداة القوائم اللي موجودة في صندوق الأدوات اللي هي أداة القائمة list في هذا التدريب نستخدم أداة الملاحظة اللي هي tool type كذلك بناء تطبيق متكامل في هذا التطبيق لا نحتاج إلى أكواد برمجية يعني سبق وذكرنا أن هناك مراحل لبناء أي تطبيق فعلا هذه المراحل تنطبق على جميع المشاريع ولكن في تدريبنا هذا نوضح لكم أن في برنامج النس بي أو في هذا التدريب لما تستخدم أداة الليست فقط تحتاج إلى أدوات عنوين وإلى فورم وإلى ضبط خصائص وإلى ربط هذه الأدوات هنا ما نحتاج إلى كودينج أو أكواد برمجية تصميم تطبيق الأدعية المأثورة بما يتلائم مع جهازنا الذكي وهذا لما اخترنا فكرة بناء مشروع تطبيق الأدعية المأثورة نبغى يعني يكون التطبيق يتلائم مع الجهاز اللي حنا نبغى ننزل التطبيق عليه وهذه تعلمناها في الدروس السابقة وسنتعلمها معا بإذن الله تعالى نبدأ نجرب التطبيق على أجهزة ذكية عندما تقوم بتشغيل التطبيق لازم أنك تختبره تشوف هل يعني التطبيقك يعمل بشكل صحيح أو لا وبعدين تقوم بالنشر وطريقة النشر تعلمناها سابقة وسنتعلمها اليوم بإذن الله تعالى للتأكيد على ما سبق دراسته فيه هناك متطلبات للتدريب أي تدريب يحتاج إلى متطلبات حنا ذكرنا في الدروس السابقة قلنا شباهنا المتطلبات بالمقادير يعني الحاجات اللي نحتاجها لما نسوي الشيء أو نعمل الشيء هذا أو نصممه أو أي أن كان ففي هذا التدريب نحتاج إلى متطلب واحد في هذا المتطلب نحتاج إلى بعض المتطلبات الفرعية اللي عشان تكون مع بعض مكملة وتنتج لناها الفكرة هذه المتطلب الوحيد هنا فقط هو برنامج NSP Up Studio وسبق ونحنى عرفنا طريقة تنصيبة وطريقة تشغيلها وتعرفنا على أدواتها وشريط القوائم وصندوق الخصائص والأمور تتعلق في الواجهة الرئيسية للبرنامج فالدروس السابقة توضح لكم طريقة الإنزال والتنصيب اليوم نحتاج إلى المتطلب هذا وراح نأخذ من صندوق الأدوات ما نحتاجه ومصندوق الخصائص ما نحتاجه مقدمة عن التدريب طبعاً راح نعطيكم نبذة بسيطة عن فكرة المشروع اللي اليوم راح نطبقه بإذن الله تعالى فكرتنا هي عبارة عن أدعية مأثورة يعني تطبيق الأدعية لما يدخل الزائر ويدخل على زر أدخل يعطيه مثلاً دعاء السفر، دعاء ما قبل النوم، دعاء المساء، دعاء الركوب يعني الأمور اللي خاصة في الأدعية يعني احنا اخترنا اليوم الأدعية لأنها لا تحتاج أنك تبرمج أو ما تحتاج إلى كودنج ولكن تحتاج أنك تنتقل من قائمة إلى قائمة من فورم إلى فورم ومشكل إلى شكل فعشان كذا اخترنا أننا نسوي تطبيق عن الأدعية وأننا ننتقل فيه طبعاً في المتاجر في متاجر التطبيقات الذكية تحصل كثير من التطبيقات هي عبارة عن قوائم فقط يعني ما يتم خلفها هذه البرامج هي اللي نسبي يساعدنا نحن كمستخدمين للتطبيق هذا أنت فقط أصمم النماذجك فكرة أنك ما تحتاج إلى كودنج أو هذه فكرة تدريبنا لهذا اليوم طبعاً نفس فكرة تطبيقات المسابقات والقوائم يحتوي على تدريبنا اليوم على فقط ثلاث شاشات وكل شاشة يعني فيها دعا من نوع أو الأداة الشاشات هذه أو النماذج نحتاج إليها أو لها أداة الليست وهي اللي راح نتعرف عليها الليست يعني إشمعنا يعني قائمة الليست واشتخدمنا نحن يعني في عملنا هذا فعشان كذا اخترنا الفكرة هذه ونبغى نتعرف على قائمة الليست هناك كثير من القوائم تتعرف عليها بإذن الله في تدريبات قادمة إن شاء الله تعالى خطوات العمل يعني كيف نبغى نبدأ العمل حنا يعني نبدأ الآن نعطيكم نبذة نظرية وراح نطبقها بإذن الله معا إن شاء الله تعالى في الجزئية الأخيرة من هذا الدرس في هذا التطبيق نقوم باستخدام ثلاث نماذج كل نموذج يحتوي على أداة عشان تنتقل لنموذج الثاني ونقوم بكتابة الإدعاء فيها للتنقل ثم بتطبيق جميع الخطوات في التدريب السابقة كيف يعني شو المقصود في الكلام هذا نحتاج إلى الفورم الأول نحط فيه عنوان ومحتوى الدعاء مثلا عنوان دعاء السفر ونضع تحته المحتوى النموذج الثاني مثلا دعاء الطعام دعاء الركوب دعاء المساء أذكار الصباح والمساء وهكذا نحتاج إلى العنوان ونحتاج إلى أسفله إلى المحتوى نكتمه كيف تنتقل من نموذج إلى نموذج؟ نحتاج إلى أزرار الأزرار هذه لما نضيفها نبرمجها يعني مثلا تقول أنا أبغى أضيف زر البوتون البوتون هذا تحط لمثلا له أيقونة أو تحط مثلا إلى الأمام أو إلى الخلف أو حسب أنت ما ترغب بالتصميم نبرمج البوتون هذا أو الزر هذا وينتقل للنموذج الثاني كيف ينتقل؟ نقوله أنتقل للفورم الثاني فيه هناك بالخصائص يتيح لنا الشيء هذا هذه راح بإذن الله راح نشوفها الآن في نهاية بعد نهاية الشرح النظري سوف نطبق لكم ما تم شرحه نظرياً عملياً عشان تكون الفائدة أكثر وضوح مراحل اللي راح نمر بإذن الله تعالى فيها في التصميم راح تكون عدة مراحل المرحلة الأولى حفظ المشروع أو البروجيكت تعلمناها في الدروس السابقة وين تبغى تحفظ؟ دائماً نعيد ونكرر كيف يتم حفظ المشروع؟ حفظ المشروع في ملف خاص فيك في امتداد اللغة الإنجليزية تحفظ جميع ملفاتك فيه فأول خطوة أنك تحفظ المشروع هذه شيء يعني أول ما تبدأ فيه مكان حفظ المشروع تقول أنا والله بالفولدر الخاص بي بالمكان الفلاني الخطوة الثانية تختار اللغة لغة البرمج وشي اللغة اللي أنت تبغى التطبيق يبرمج فيها البيسيك ممكن أنك تختار أكثر من اللغة ولكن حنا اخترنا أو وضعنا البيسيك بحكم أن هناك فيه بالنسبي والفجو البيسيك فيه تشابه كبير جدا والفجو البيسيك سبق وإنكم درستوها بعدين أبدأ أغير خصائص النموذج قبل ما تبدأ بأي أداء انتبهوا للنقطة هذه قبل ما تبدأ بأي أداء عدل على خصائص النموذج الفورم كل فورم لازم تعدل على خصائصه إيش معنى كيف أعدل راح إن شاء الله نطبقها معا ولكن كيف طريقة التعديل لما تعطيني ساحة العمل بالبداية الشاشة البيضة في يسارها صندوق الخصائص تروح تعدل إيش أبغى وإش اللي خصائص ألي عدل هذه حسب رغبتك أنت أو فكرتك أنت مثلا تقول أبغى اللون يكون أو لون الواجهة يكون أحمر فيه ناس يقول لك أبغى أبيض فيه واحد يقول لك أنا أبغى بدون نقط متقطعة أنا أبغى كل ورغبته وكل وتصميمه ولكن المقصد أو المغزى من التنبيه هنا فقط نشعرك إن هناك خيارات تتاح لك إنك تقدر إنك تعدل على خصائص النموذج وبالكتاب مشروح لكم في الكتاب المدرسي وكتاب التدريبات شرحت لكم الطريقة طريقة تعديل الخصائص طبعا في الكتاب موجود طريقة التعديل أنت راح مع الممارسة راح تعرف وتعدل حسب ما ترغب المرحلة أو الخطوة اللي بعدها أسماء النماذج لاستخدمها النماذج عندنا الآن أخذنا أكثر من نموذج كل نموذج يجب أن يكون له اسم يعني النموذج الأول مثلا يكون الفورم الأول يكون مثلا القائمة الرئيسية أو الأدعية المأثورة النموذج الثاني مثلا نقول عنوانه أدعية الصباح النموذج اللي بعده نقول مثلا أدعية المساء وهكذا يعني ما يخص النماذج التصميم أو مرحلة التصميم التصميم هي مرحلة يعني تحتاج أنك لازم تعرف الخاصيات الموجودة معانا في هذا التدريب وغير التدريب الخاصيات طبعا أكثر من خاصية موجودة معنا اسمها أو اسم أداة الخاصية عندنا الـ ID المقصود فيها عندنا أو الحاجة اللي نستخدمها عندنا في تصميم التدريب الـ ID اسم الأداة كذلك نغير change form هنا وش معناه change form أو الخاصية اللي نأخذها اسمها النماذج لما أبدأ أنا أغير اسم النموذج أترك مكان النموذج فراغ وهذا بإذن الله سوف يتبين لأنا في الجانب العملي الـ ATEMS طبعا أسماء العناصر للقائمة يعني تغير الـ ATEMS عندك تقول أنا أبغى عنوان للقائمة يكون أو يكون الخيار هذا عن طريق الـ ATEMS كل ما ذكر في هذه الخاصيات في قائمة التصميم سوف يتم التطرق له بإذن الله تعالى في الجانب أو في الشق الخاص في الجانب العملي نتابع خطوات التدريب ندرج نموذج جديد بعد ما قمنا بتصميم النماذج ندرج نموذج جديد باختيار الأمر مشروع من بروجيكت من نفس شريط القوائم وندرج الفورمز طبعا كيف ندرج الفورمز إدراج الفورمز يكون إما عن طريق شريط القوائم من مشروع جديد يعني تدرج شك نموذج جديد يعني من شريط القوائم إذا تبغى يعني نموذج أو إنك من added form بجنب الفورم تحصل علامة بلس أو علامة زائد لما تضغط عليها يعطيك نموذج آخر نحتاج إلى أن ننشئ أداتين عنوان ونقوم بتغيير خصائصها من نوع label نفس ما خذناها في الدرس السابق نحتاج إلى أن ننشئ زرار button ووظائفها زي ما ذكرنا في بداية الدرس قلنا البتن يعني يعود من صفحة إلى صفحة أخرى نحتاج إلى أداة ملاحظة عشان تقوم لما نضغط على أداة الملاحظة هذه نعرف وش معنى التطبيق هذا وهذا اللي حنا يعني حبنا نتعرف عليه اللي هي tool tape نقوم ب إعداد خصائصها بإذن الله تعالى كل ما ذكرنا في خطوات التصميم سوف نقوم بتصميمها معكم إن شاء الله تعالى ولكن الهدف من هنا أن نشرح إيش فكرة مشروعنا في الشق النظري ونحتاج أن نطبق ما تعلمناه في الجانب العملي مرحلة كتابة الأوامر البرمجية سابق وتطرقنا قلنا أنه في هذا التدريب من هذه الوحدة لا نحتاج إلى أكو دنك نهائيا ما في أوامر برمجية شالسبب نحن فقط نحتاج إلى نماذج ترتبط مع بعض وعناوين وازرار فقط يتم برمجتها أو الخدمة هذه تتم عن طريق برنامجة لنسبي كل ما يعني يتم ربطه وما الأمور هذه فقط أنت لك واجهات جاهزة فقط أنت تعدل على هذه الخصائص وتقوم بتجربة تطبيقك وهذه من مميزات برنامج لنسبي مرحلة الحفظ والنشر والتطبيق سبق وأخذنا في الدروس السابقة وفي تدريبات السابقة مرحلة الحفظ والنشر والاختبار والتنفيذ وما إلى آخره مرحلة الحفظ يفضل أن يكون الحفظ باللغة الإنجليزية وبالامتداد في ملف خاص فيك مرحلة النشر قلنا هناك أكثر من خيار تقدر أنك تنشر إما أنك تضغط على F6 أو من شريط القوائم من زر تشغيل تبدأ النشر كذلك التشغيل قبل النشر تشغل البرنامج عشان تشوف هل نفذ أو ما نفذ عندك أكثر من خيار في زر التشغيل إما أنك F5 أو من شريط القوائم تشغيل أو من العلامة الخضرة في أسفل الشريط القوائم في أعلى يمين الصفحة فوق رح تحصل علامة خضرة لما تضوي عليها بالماوس أو تكمس عليها بالماوس رح تضوي باللون أخضر لما تضغط عليها يحولك لمتصفح يعطيك واجهة أو الانترفيس الخاصة في المشروع تبعك هل اشتغل أو ما اشتغل هذه جميع الخطوات لفكرة تدريبنا أو المشروع بهذا الدرس أو بهذا التدريب هنا شرحنا لكم الجانب النظري أو الخاص في فكرة مشروعنا سنقوم بتطبيق جميع ما ذكرنا لكم في هذا الجانب النظري رح نطبق معا خطوة بخطوة للجانب العملي ورح تعرض لكم إن شاء الله بإذن الله العمل أو برنامج الانسبي على الشاشة لكي تشاهدوا كيف قمنا بإنشاء هذه النماذج وكيف برمجنا الأزرار والقوائم مع بعض وبدأنا نفعل هذا التطبيق دعونا نشاهد هذه معا إن شاء الله نحتاج إننا ندخل على برنامج الانسبي بالدخول لبرنامج الانسبي اللي حنا سبق وعرفنا طريقة تنصيبة طريقة تنصيبة الانسبي سبق وأخذناها في الدروس السابقة هذا تطبيق سبق وإن تم شرحه ولكن سوف نرجع فيكم إلى الوراء من البداية إلى نهاية التدريب اللي هو تدريبنا الرابع راح نكون أو نقوم بإنشاء مشروع آخر من جديد عشان نتعلم كل ما تم شرحه أمامكم أول خيار من قائمة فايل أو ملف نبدأ ننشئ مشروعنا وإن تبغى يكون يحفظ يحفظ في نفس الموقع اللي حنا اخترناه اللغة البرمجة وهي لغة البيسيك حجم النص أو النموذج نختار الخيار الأول حسن ما ترغب أنت ولكن دائما يكون الخيار الأول هو اللي يشتغل على جميع الأجهزة سواء أجهزة آيفون اللي تعمل بالآيو اس أو الأندرويد أو شاشة مقاسها 300 في 460 فتقول لإنشاء يقول هذا المشروع موجود بالفعل نستبدل نعم نستبدل عشان يعطينا شاشة رئيسية أخرى أو مشروع جديد هذا الواجهة الرئيسية الخاصة في مشروعنا أو في تطبيقنا أو تدريبنا لهذا الدرس الآن كل شيء أمامنا أوكي بالبداية بداية الأمر قبل ما أسوي أي أداة من هذه الأدوات صندوق الأدوات اللي على يمين الشاشة وهذا صندوق الخصائص على يسار الشاشة قبل ما أبدأ أبدأ أسوي الفورم الأول هذا الفورم الأول لازم أبدأ أعدل على خصائصه كيف أعدل على خصائصه أروح إلى صندوق الخصائص يسار الشاشة شايفين اللي أحرك عليها المعاوسة الآن هذا صندوق الخصائص وش أغير عندك بالمناسبة التحديث الأخير من ال NSB كل زر رح يعطيك في أسفل المساعدة الهلب هنا رح يعطيك وش المقصود في الزر هذا يعني هذا اللون الحافة يمكن يكون اسم المستخدم أو العنوان اللي تضعه هنا يكون حافة باللون اللي تبغى أنت وإذا تبغى اللون الرد الأحمر يقبل باللغة الإنجليزية مثلا تبغى باللون الأحمر يتغير عندك الحافات هذه كلها باللون الأحمر وهكذا هذه جميع الخصائص حنا الآن نبغى مثلا نقول يعني الخاصية بدل ما يكون للشاشة كبيرة تكون بالحجم الحقيقي يعني للشاشة وجميع النماذج رح نضعها بنفس الفكرة طيب الشاشة الأولى وش أبغى يكون فيها حنا قلنا مشروعنا والشو الأدعية المأثورة نحتاج إلى أداة عنوان يعني نحتاج إلى قائمة فيها عنوان وفيها الأدعية المأثورة كم قائمة على حسب ما ترغب نقول مثلا قائمة وحدة ومن وين تحصلها تحصلها من الجي كويري موبايل في الأدوات الأخيرة تروح تجم شيء اسمه لست أداة لست تسحب وتفلت تبدأ تنزل معاك القائمة هذه القائمة لست نزلها معاك طيب لما تنزلها لازم تعدل على خصائصها كيف التعديل تروح لصندوق الخصائص أنت الآن عليها مضوي عليها تروح لصندوق الخصائص تقول مثلا أبغى يكون يعني مثلا ارتفاعها يعني كم ارتفاعها تبغى لفت ولا رايت خلنا يعني مناسبة الآن الشكل اللي قدامنا يعني واضح ومقروع نقول مثلا نبغى يكون العنوان بالطريقة هذه شايفين الفواصل اللي بينها اللي تشوز ون وتختار تبدأ تختار العنوين اللي تضرأ أمامكم بنفس الطريقة ولكن تختارها مثلا باللغة العربية تقول مثلا أبي اسم التطبيق حقي الأدعية المأ ثورة تضع علامة فاصلة تقول مثلا دعاء الطعام مثلا تقول دعاء السفر سوي لها تطبيق شايفين القائمة تعدلت عندكم الأدعية المأثورة هذا العنوان والدعاء الطعام ودعاء السفر أنا أبغى بعدين لما أضغط على السهم هذا دعاء الطعام يوجهني الصفحة فيها الدعاء كامل موجود طيب الصفحة الرئيسية قلنا نبغى list فيها ونبغى tool type اللي أداة الملاحظة لما أحط الماوس عليها على نفس التطبيق بالملاحظة هذا يعطيني وإيش معناها من وين جبناها الأدعية هذه فعشان كذا نسحب ونقول أضف أداة الملاحظة وتبدأ تروح تعدل عليها أداة الملاحظة تعدل على خصائصها مثلا تقول أبغى text حقها أو النص حقها مثلا أبغى يقول أداة الملاحظة هذه يعني وش تحتاج بالملاحظة يكتب لك مثلا تقول من من كتاب حصن المسلم يعني جميع الأدعية المأثورة هذه وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن يعني من كتاب حصن المسلم يعني مثلا أخذناها يعني عشان اللي يدخل على التطبيق يعرف أنها الأدعية هذه موجودة في كتاب حصن المسلم تقول له موافق راح تكون العبارة هذه بعد تشغيل التطبيق لما تحط الماوس راح يقول لك أن هذه من كتاب حصن المسلم وهذه راح إن شاء الله بعد التشغيل راح نشوفها بإذن الله تعالى الآن الفورم الأول خلصنا خطوات التصميم قلنا اللي بغت تنشئ فورم ثاني كيف تنشئ من مشروع من هنا المشروع تضيف نموذج المشروع اللي هو البروجيكت وبعدين أدد نيو باللغة الإنجليزية يعطيك إضافة جديد أو إنك أسرع خيار بجنب كلمة فورم شايفين كلمة فورم فيه بجنبها علامة بلس زايد لما تضغط عليها راح يعطيك الفورم الثاني الفورم الأول خلصنا تصميمه انتهينا منه نبي الفورم الثاني الفورم الثاني وش قلنا نحتاج فيه كل فورم أداتين عنوان مع زر مع أزرار يعني زر يتقدم للأمام وزر يتقدم للخلف طيب أدات العنوان من وين نحصلها نحصلها من الأدوات في الكومن تحصل شيء اسمه لابل أدات عنوان تضيفها بالمكان هذا تقول أنا مثلا هذا العنوان عنواننا الفورم الثاني اش كان عنواننا مثلا تقول العنوان اللي كان بالليبل الثاني يعني ممكن تقول يعني ممكن نقول دعاء نقلنا دعاء طعام مثلا نقول بسم الله والحمد لله عفوا هنا نقول دعاء طعام وبعدين نضع عنوان آخر اللي هو محتوى الدعاء مثلا دعاء الانتهاء الانتهاء من الطعام هذا دعاء تبغى تعدل على خصائص وهنا يتيح لك كل شيء مثلا تقول أنا أبغى يكون بالمنتصف بالمنتصف بمئة شايف يروح يعني معنى يمين لفت أو رايت كذلك يعني أبغى مثلا يكون اللون مثلا نقول green أخضر رح يكون العنوان باللون الأخضر هذه جميع الأدوات والجميع الخصائص هذه موجودة في صندوق الخصائص تقدر أنك تعدل حسب ما ترغب أنت في الصندوق اللي يسار هنا طيب نحتاج إلى الليبو الآخر اللي هو مثلا نقول عدل عليها مثلا نقول الحمد لله الحمد لله الذي أطعمني من غير حول ولا قوة طيب الدعاء هذا يعني تحت الآن أخذينا عنوانين نص فقط نحتاج الآن إلى button هو الأزرار من وين نحصلها من النفس الأدوات من الجي query موبايل نأخذ زر البتن البتن ينتقل من نموذج إلى نموذج من النموذج هذا إلى النموذج هذا يعني من الأول لما تضغط عليه ينتقل للبتن الثاني تبدأ تعدل على خصائص البتن تقول مثلا أبغى يعني البتن هذا يكون الفاليو حلقه تقول صفر أبغى شكل أيقونة تروح شيء اسمه أيقونة تقول أبغى هالأعلى وشكل الأيقونة مثلا تقول أبغى سهم يعني يكون بالشكل هذا عشان ينتقل حسب ما ترغب أنت وحسب تصميمك طيب وين تبغى يروح لأي فورم يعني ينتقل من وين change form يعني يتغير الفورم أي فورم يعني تقوله مثلا اطلع للفورم الثاني أو الفورم الأول حلنا نقول مثلا لما تضغط على انتهيت من الدعاء هذا لما تضغط الزر هذا يوديك للواجهة الأولى وهكذا الآن حلنا انتهينا من الفورم الأول خلونا نضيف فورم ثاني الفورم الثاني نحتاج فيه وش نحتاج نفس الطريقة نكرر نفس الطريقة نحتاج إلى label بالسحب والإفلات راح نبدأ نغير عليه الأول اسم نقول مثلا دعاء نشكلنا دعاء السفر في الواجهة الرئيسية قلنا دعاء السفر طيب طيب دعاء السفر قلنا مثلا نبغى الكلر حقه نقول مثلا read كل ما يتم في التصميم أنت ترغبه هناك تغير شايف اللون أحمر طيب نحتاج اللب الأخر نضع اللب الثاني مثلا نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين من أدعية السفر يعني دعاء السفر موجود يعني كامل ولكن اختصارا للوقت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين عموما يا شباب بالنسبة للتطبيق يعني يفضل أنك تأخذ الأدعية هذه وتحفظها على بالورد عندك وتنسخ وتلسق عشان تكون منسقة بشكل أفضل الآن انتهت عندنا العناوين الأولى نحتاج الآن فقط إلى زر بوتون بالجي كويري نسحب ونبدأ نعدل نفس الطريقة اللي عدلنا عليها بالبوتون الأول نقول لو مثلا البوتون هذا دعه فاضي ونبغى يكون لها أيقونة هنا موجود أيقون تقدر تحدد الأيقونة اللي ترغبها نقول مثلا السهم اختار لنا السهم يكون في أعلى بالطريقة هذه الآن يعني صممنا أو صممنا ثلاث واجهات طيب الثلاث واجهات لازم يكون وين يكون البوتون هذا لازم يكون يذهب إلى change form لازم يروح للفورم الأول لما ضغط عليه ودينا الفورم الأول الآن عندنا ثلاث نماذج جاهزة كل نماذج فيه قائمة هذه قائمة اللست وهذه قائمة الملاحظة وهنا أداتين عنوان مع زر بوتون وهنا أداتين عنوان مع زر بوتون طبعا مصممة بشكل سريع ولكن للتوضيح للجانب النظري هذا ما تم شرحه بالجانب النظري هذا ما تم تطبيقه في الجانب العملي زر التشغيل إما عن طريق تشغيل أو العلام الخضر هذه ذكرنا أسفل الفايل أو أسفل الملف لما تضغط عليها راح يعمل معنا المشروع بشكل جيد إن شاء الله الآن اشتغل معنا هذا العلامة الملاحظة من كتاب حصن المسلم يعني من وين حصلنا الأدعية هناك ربط بين الأدعية الطعام وأدعاء السفر ممكن أنك لما تضغطها أو تضغط على الزر البوتون هنا لازم يعطيك الأدعية كاملة أو في صفحة ثانية راح تظهر لنا هنا لما نضغط عليها باللغة الإنجليزية لأن المحتوى ليس موجود فيها بنفس هذه الطريقة الفانكشن حقها مش مكتملة ولكن الآن يعني الواجهة تبع القائمة موجودة عندنا الأزرار موجودة مضافة لنا الأدعية اللي نحن نبغاها مثلا دعاء السفر ودعاء الطعام تقدر أنك تنتقل من صفحة إلى صفحة إخرى وتعبي المحتوى عشان يعمل معك بشكل صحيح كل ما ذكرنا في هذا الشرح المبسط هو عبارة عن كيف يتم إدراج أداة الليست كيف يتم إدراج أداة الملاحظة كيف يتم ربط ثلاث نماذج مع بعض كيف يتم فتح النموذج عرفنا طريقة تشغيلها طريقة الانتقال من قائمة إلى قائمة أخرى هذا كل ما ذكرناه في هذا التدريب اللي هو التدريب الرابع من الوحدة الثالثة أعزائي الطلاب والطالبات نتمنى أننا وفقنا في هذا الشرح البسيط لكم من برنامج الـ NSB الذي تشاهدونه طبقوا ما درستم في الكتاب المدرسي وما استمعتم فيه من هذا الشرح المبسط طبقوا هذا التدريب أنشئوا تطبيقكم سواء للأدعية أو غير الأدعية جربوا هذا التطبيق من الكتاب المدرسي حتى تتقنوه إن شاء الله تعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق شكرا لحصن إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته